اخر حاجة معايا وهي متعلقة بالنادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة من وقت مباراة الزمالك لغاية النهاردة كل يوم معاكم في التريند او بنستعرض تريند الاهلي عرض سعودي لحمد فتحي قهربة مش هيكمل في الاهلي موسيماني قعد مع عمار حمدي احمد عبدالقادر جايره عروض محمد محمود الاسماعيلي عايزه حمد فتحي النهاردة عرض سعودي واماراتي افشا جايله عرض اكرم توفيق رايح ايكس مش ممكن يعني ده مش طبيعي انا مش عارف هل ده سكريبت موحد ولا هل فريق كسبان الزمالك وعمل سكور ورقم قياسي ومتأهل يعني عامل رقم كويس ومتصدر الدورة اصد انا متعودين على التأهل اللي احنا دائما بنكسب ونوصل النهائيات بس فريق عامل انجازات وعمل ارقام طيبة الفترة الاخيرة هل من الطبيعي ان يجي لعروض دي كلها في ظرف عشرة ايام رغم ان الفترة الحالية لا فيه انتقالات ولا فيه فترة قيد مفتوحة سواء في اوروبا او حتى في مصر ولا كمان فيه ازمات تدل ان اللعبة دي عايزة تمشي ده بالعكس فيه حالة استقرار فني الفريق متصدر الدوري لقاء الديربي والكلاسيك وفايز عالزمالك بخوماسية وعمل سكور كبير فاي منطق واي عالي يقول ان فيه عروض للاهل بتيجي واللعبة بتناقشها اقرم توفيه حتى لما طلع وصرح قالك يا جماعة انا بلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي ازاي تحطولي عروض بنفس قيمة ومكانة الاهلي اكيد اختاري الاهلي ما هو العرض اللي جايل يعني مش ريال مدريد ولا برشلونة ما هو في نفس الوقت وبيلعب في الاهلي جالوا عرض من ايكس جالوا عرض من تركيا جالوا عرض من اي مكان اللعب من جوه شايف عنده قناعة ان استمراره في الاهلي في التوقيت ده لمصلحته لمصلحت الفرق وايه فكرة كل شوية ان موسيماني اجتمع بحصام حسن وقال له هتديك فرصة يا جماعة هو لوجاك كده في الكلام الطبيعي احنا بنتكلم هو فيه مدرب بيوعد لعب بالمشاركة ولا المدرب بيقول اللاعب كلكم بتفرج عليكم وامتابعكم وبتفرج على التدريب وبركز معاكم وكل واحد فيك وياخد فرصته لكن ما فيش مسألة الوعد لان الوعد ده انت مش عارف في المباراة ممكن توديك فين التسعين دي اللي انت بتلعبها انت بتنازل بخطة وبتشكيل وممكن خلال المباراة نفسها بتغير كل حاجة بتفق مع العيب اللي انت ممكن تلعب معاها اخر ربع ساعة وتنزله اخر ربع ساعة عشان راجع من اصابة وتلاقي نفسك كمان المباراة يعني اقربت شوية ومضطر عايز تعمل تغيرات تانية فبالتالي الوعد اللي انت قلته هنا مش عاد تنفزه فما فيش في الفكرة دي لا مسيماني وعد حد لكن مسيماني قيل للكل هتاخدوا فرصة وكلكوا هتشاركوا فبالتالي انا شايف ان في اشاعات لها غرض وليها تأثير للأسف قد يكون سلبي مش على الفريق ولكن على الجمهور انا قلت الكلام نظري ده لما نيجي بالترند الالي هنوركوا الكلام ده عملي وهتتفاجئوا بمنشتات وعنوين غريبة جدا